أصفرت معاملة الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من سنة المالية 2023 و2024 وتحديدا بالفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي أصفرت عن فائد كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار وأوضح بيان رسمي للبنك المركزي أن فائد ميزان المدفوعات جاء نتيجة تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.1 من 10% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع فائد الميزان الخدمي نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية كما أصفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صف تدفق لداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صاف تدفق لداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تسجيل صاف تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغ 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض تقدر بـ 16.6 مليار دولار وأشر الجهاز إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 18 مليار دولار حيث بلغت 6.38 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق أكدت الدولة أنها لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزامتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية وأشددت الدولة على التزامها برفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما يتم انفاقه في مختلف القطاعات كما تعمل الدولة على مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضروراً من الموجة التضخمية الحادة موسيقى 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 تبدل الدولة جهوداً كبيرة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية وأطلقت مصر العديد من المبادرات الاستثمارية فضلاً عن إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 بهدف تسهيل إجراءة الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة موسيقى موسيقى جهود كبيرة تبزلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية ودفع الاقتصاد الوطني للأمام وجعله قادراً على مواجهة التحديات ومن هذا الانطلق أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية مثل مبادرة الرخصة الزهبية ومبادرة 100 ألف مشروع صناعية ومبادرة تنمية الصعيد وفي خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعية تم إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة البرصة المصرية عاكست التطورات الجارية بالاقتصاد المصري لتنهي العام الماضي بتحقيق قفزة هائلة وغير مسبوقة لتصل لأرقام تاريخية ومكاسب لم تشهدها منذ 140 عاماً مؤشرات البرصة المصرية استفادت بالعديد من التحركات الحكومية بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية الذي انعكس إيجابياً على سوق المال المحلي المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 حقق مكاسب على مدار العام الماضي بنحو 75% وهو رقم تاريخي غير مسبوقة حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت كل السنوات السابقة متجاوزة 700 مليار جنيه ما يعادل أكثر من سلوسي القيمة السوقية للشركات المدرجة الأرقام التي حققتها البرصة المصرية جعلتها ضمن أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال العام الجاري وذلك بفضل الإقبال القوي على الأسهم ومساهمة العديد من العوامل المختلفة ومؤشرات السوق المصرية على تحقيق الزخم الاستثنائي خلال العام 2023 رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبرصة المصرية قافز نتيجة لتلك الارتفاعات من 961 مليار جنيه عام 2022 إلى حوالي 1.7 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي بالزيادة تتخطى 75% عن العام السابق له وهكذا فقد شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف التيسير وتفصيط الإجراءات على المستثمرين مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط مما عزز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه وزيادة إنتاجيته وتحقيق النمو الشامل والمستدام في أسواق البيترول العالمي ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشار محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة بينما يستعد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين لجولة بالشرق الأوسط لمنع التصعيد في الصراع بقطاع غزة وارتفعت العقود الآجلة لمزيك برينت بحوالي 5 من 10% لتبلغ 77 دولار و 96 سنت للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 7 من 10% لتسجل 72 دولار و 69 سنت للبرميل ارتفعت كذلك أسعار المزوت عالمياً بنسبة 56 من المئة في المئة لتصل إلى دولارين فصل 6 سنت للتر بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.9 من 10% لتسجل دولارين و 71 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسبب إضراب شركة الطيران الإسبانية إبيريا في يومه الأول في إلغاء حوالي 444 رحلة جوية في الوقت الذي سيستمر الإضراب حوالي أربعة أيام من جهتها أوضحت صحيفة الدياريو الإسبانية أن الإضراب ألحقت ضرر بأكثر من 45 ألف مسافر كما تسبب في خسائر فادحة للشركة الإسبانية وتشهد مطارة إسبانيا بين الحين والآخر إضرابات تؤثر على حركة الطيران والخدمات المقدمة داخل المطارات وتشمل أسباب الإضرابات في المطارات الإسبانية مطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وساعة العمل وحقوق العمل ترجمة نانسي قنقر